اهتمام لبناني باجتماع الجلسة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشر للحزب الشيوعي الصيني وتفاؤل كبير بنتائج المؤتمر التي ستنحكس إجاباً على الداخل والدول المتعاونة مع بكين المؤتمر يتزامن مع التطلعات الحديثة للقيادات والأحزاب اللبنانية لدور الصين والحزب الشيوعي الصيني في المساهمة بنقل تجربته الفريدة باشتراح العلاجات الأزمات من الأرض الواقع وليس عبر قوالب مستوردة من الخارج ما يهمنا في هذه المرحلة التي نتمنى أن تكون بداية مرحلة جديدة للحزب الشيوعي الصيني أن تؤسس لمزيد من التقدم والتطور والرقي لأن الصين لم تلتزم بالقوالب الجاهزة لأنها رأت فيها تغيراً في العادات والتقاليد الصينية ورأت أنها قد لا تكون تلبي الطموحات ترى الأحزاب اللبنانية أن اعتماد الحزب الشيوعي الصيني على الانفتاح والعدالة يؤكد على اهتمامه وسعيه لحياة بشرية غاية في السعادة أصدقاء صينيين خلال مؤتمراتهم العامة يؤكدون دائماً ثبات الحزب الشيوعي الصيني على المبادئ والقيم التي أرساها القادة الصينيين وعززت دور الصين على المستوى العالم اللفت في المؤتمر هو التركيز على تنمية المواهب التي تخدم الحزب والدولة وتعزيز نظام الحوكمة بالكليات والجامعات دور الرئيس الشيبيينغ في هذه المرحلة وخصى أنه رجل يعني معروف عنه رجل تصميم ورجل عمل ويحمل إرس ولديه جرأة على المبادرة والابتكار وهذا ما أثبتته خلال تجربة خلال فترة قيادته لجمهورية الصين الشعبية وهذا ما نراهن عليه نحن في العالم أجمع لا تندرج اجتماعات الجلسة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشر لحزب الشيوع الصيني ضمن إطار اللقاءات الروتينية بل هي مراجعة شاملة للإنجازات وتخطيط دقيق للأهداف وهتان تحديدا هما كلمتات سر في معرفة سبب التقدم الصيني لقناة سيجي تياني العربية غانم شرف الدين بيروت